السلام عليكم تبعد اليوم هو المصطلح الأكثر طلبا في العلاقات الإنسانية فنعرف جيدا هناك مسافات للعلاقات الحميمية لذلك مسافات تكون قريبة بحيث الكلام ولا حتى العبارات ولا حتى التفاعلات بالوجه تكون مرئية للشخص القريب منك فهذه علاقة لعلاقة قريبة وحميمة لذلك هناك الدستانس فونكشنال أو المسافة العملية وهذه مسافات تكون في العمل بين أصدقاء في العمل هناك الدستانس سوسيال بحيث هناك تكون مسافات بعيدة بين الناس بحيث السلام يكون عن بعد مسافات ليها مسافات اجتماعية اليوم هذه المسافات الثلاثة تم إلغاء اثنين منها والاحتفاظ بمسافة واحدة فالآن الدستانس سوسيال أو المسافة الاجتماعية هي الأكثر طالبا فبحيث في كل تعاملتنا يجب أن يكون هناك مسافات المتر والنصف تقريبا حتى نتفادى التقاء الرزادة أو التقاء النفس المنبعثة من الزفير لتفادي العدو شيء آخر أكثر أهمية وجعل التواصل يصبح صعب وهو وضع الكمامة فبحيث الكمامة أصبحت عاملا مشوشا على تواصلنا يشوش على طريقة تواصلنا فالكلام أصبح مبهام غير مفهوم بسبب حاجز الكمام أو القناع كذلك تعابير الوجه فتعابير الوجه أصبحت غير مقرية بالطريقة المؤتدة بحيث أنه التفاعل أو رد الفعل أو الفيتباك كان يعتمد على تعابير الوجه فأصبحنا نجد صعوبة في قراءة تعابير وجه الأشخاص الذين نحدثهم أو نوجي لهم الخطب كذلك نناس آخرين دوي السمع الضعيف كانوا يستعيضون على نقص سمعهم بقراءة الشفاة قراءة كلمات من قراءة الشفاة كمكمل لهذا النقص في السمع أصبحت المسألة أصعب مع وضع القناع الذي يحجب حركات الشفاة فيجعل مشكلة كبيرة لديهم في قراءة الكلمات من خلال الشفاة على أين؟ التباعد وضع الأقنعة جعلنا نعيش عصرا جديدا من التواصل عصر يعتمد على الإشارة ربما عصر يعتمد على التباعد وعصر يجعل التواصل يأخذ منح جديد لا نقول لنا أين سيؤدي بنا ولكن التواصل الاجتماعي جعل نوعا ما الخوف يسود أكثر من الاحترام فبالأمس كان التباعد هو نوع من الاحترام والتوقير اليوم التباعد هو نوع من الخوف وربما سيتحول إلى ثقافة جديدة تغير نوع تواصلنا تغير نوع سلامنا وهذا سيؤثر على مجالات العمل التي ستصبح مجالات تعتمد على عمل تباعدي على مجال التعليم الذي ستصبح تباعدي وبعطبيعة الحال سنكون في علاقات تباعدية سيلعب فيها ظور الوسيط وسائل التواصل وسائل الملتي ميديا أو الوسائل السمعية البصرية فبالتالي هناك تباعد وسيكون هناك وسيط من أجل التقارب أشكركم على انتباهكم وإلى حصة مقبلة بحول الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة